فإن هناك قرار مجنون آخر اتخذوه وخرج أمس خرجاته ليرالجيري أو ليوم خرجاته لشركة الخطوط طيران جزائرية وش يقول؟ يقول القرار من أن من 21 أكتوبر إلى 1 نوفمبر سيتم إلغاء مجموعة كبيرة من رحلات الدولية ومجموعة أخرى أكبر من رحلات الداخلية وسيتم تحويل أكثر من 40 رحلة تغيير توقيتاتها إلى آخره إلى آخره والسؤال ما الذي حدث؟ يعني هذا نتكلم عن العاصمة ونحن نعرف أن مطار العاصمة هو أهم مطار يدير في هذا الوقت أحد المجرمين تعالي عصابة ما يسمى بالعقيد مديوني وره ما زال عندنا الملف التعورة جاي راني ما زالت نكمل في بعض التفاصيل لا أريد أن أظلم أي إن كان لازم نكونوا دائما دقيقين حتى مع هؤلاء السفهاء والمجرمين إذن هذا المطار اللي رح يقوده هذا مديوني واللي خرج يوما ما وقال على السحار وأن يروحوا ويضعوا قنابل ويقتلوا المدنيين وقال ما كاش مشكل في الدار البيضاء أو في الريباط إلى آخره خرجت ليرانجيري وقالت أنه من 21 أكتوبر يعني من بعد غدوة يوم رانا 19 يعني من يوم الاثنين إلى أول نوفمبر تغييرات هائلة أكثر من 100 رحلة معنية هو أصلا هي المفروض كون جاينا في دولة مثل الجزائر يعني كين دول أصغر بكثير من الجزائر فيها 100 رحلة في اليوم فيها 200 رحلة في اليوم فيها 500 رحلة في اليوم كين مطارات اللي فيها 700 رحلة في اليوم أو أكثر حتى نحن 100 رحلة على مدة 12 يوم ما هو السبب؟ لماذا تلغون عشرات الرحلات الداخلية والدولية وتغيرون ما صار عشرات الرحلات الأخرى وتوجهون آخرين باش يروحوا إلى مطارات في بجايوغ سمطينة ووهراني إلى آخر ما الذي حدث؟ وش سراء؟ دير الجيري ما قدمت حتى تفسير لكن يبدو يبدو أن شنغريحة اللي يفهم أن القوة هي البارود رح يدير استعراض عسكري ما هو جبرك بالدبابات كما داروا قبل ثلاث سنوات وبناقلات الجند وبالعسكر لا هذا المرة رح يديروا بالطائرات ورح يغلق سماء العاصمة ويغلقوا أيضا لاروت موتونيار اللي هي ما يعرف ب شارع الجيش تحرير الوطني المعروف أهم شارع لما بين المطار ووسط العاصمة رح يغلق يعني كائن شوارع أساسية في العاصمة رح تتغلق من بداية 21 أكتوبر من نهار الاثنين يحولون حياة العاصميين إلى جحيم ومش فقط العاصميين أيضا يحولون حياة المسافرين إلى جحيم كما قلنا ألغوا العشرات من رحلات الداخلية والدولية ورحلوا عشرات أخرى إلى مدن أخرى أو غيروا لها التوقيت في العاصمة لأن شنغريحة ما زال يعتقد أن القوة قوة دولة قوة مجتمع وقوة دولة هو عدد الطائرات وعدد دبابات هذا منطقة مراهقية لما مراهق يشوف بأن القوة هي القوة العسكرية هذا منطقي القوة العسكرية ضرورية نعم أكيد لكن القوة العسكرية ما هي إلا جزء من قوة البلاد من قوة الوطن من قوة الدولة ما هي إلا جزء ما هو الأجزاء الأساسية الأجزاء الأساسية هي قوة الاقتصاد هي قوة المجتمع هي كرامة شعب هي الصناعات هي التجارة لمبنية على أسس هي الشفافية في الحكم هي إدارة الحكم إدارة حكيمة هي الدولة المدنية هي الانتخابات الصحيحة وليس المزورة هو القضاء العادل أو المستقل هو الإعلام المستقل هو الجامعات المتطورة هو البحث العلمي لتصرف عليها أموال ضخمة هو شعور الإنسان بأنه حر في وطنه هو عدم الشعور بالغربة في الوطن هو بناء التحالفات الخارجية على أسس صحيحة هي أن تكون هناك عقيدة عقيدة للدولة عقيدة للجيش عقيدة قتالية معروفة هو أن لا تكون حياة الجزائري إنجاحين بالبراجات بالبروصيات بالمخدرات لكن لا شينغريحة وكمشة الجنرالات اللي معاه يعتقدون أنه كي خرج الدبابات وذلك يخرجوا الدبابات يكسروا الطرق بتاع الجزائر اللي هي مكسرة تعالعاصمة وغيرها لكنهما هذه المرة طبعا العاصمة راح هذه الطريق لاموطنيار راح أتولي رهيبة عاد بعقلية ستالينية هذه انتعى الاستعراضات العسكرية انتهت في العالم باقي شوية في كوريا الشمالية وثلاث دول والأربع دول اليوم الاستعراض دول تستعرض قدراتها مثلا في الذكاء الصناعي أو الاصطناعي قدراتها في جامعاتها قدراتها قدراتها في الشركات العالمية المسيطرة على الاقتصاد العالمي في صناعة السيارات احنا ما زروا مغرقين في صناعة السيارات قال لهم رايحين يجيبوا الشيري ما الشيري والناس ظهرتهم باللي سيارات بعض السيارات الصينية ما تصلحش حتى باش تكون براوت يعني لكن عندما تكون عندك هذا العقلية ويديرها مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية هو الذي يقود الجيش اليوم ويقود البلاد ويسمى السعيد شنغريحة الذي لدينا أدلة ثابتة بما قام به من جرائم سواء في الأخضارية أو في البويرة أو ما جوارهما عندما كان في كما يسموها الفرقة الأولى أو الفرقة الثامنة لما رح البلعباس ولما رح البلعباس ارتكب مجازر هائلة خاصة في غليزان ولكن أيضا في البلعباس مجاز الرمكة وما جوارها والخراربة وما جوارها معروفة فهذا المجرم الحرب اللي اليوم رأى عمره بعد أشهر واللي عمره ثمانين سنة واللي ما يتحكمش حتى في جسده وفي أموره البيولوجية ويشخر في الاجتماعات شخير مرات يوصل إلى ثلثمائة مترة هذا الشخص يعتقد بأن قوة البلاد هو في طائرات الميك والسخوي اللي شريم على الروس وراح يغلق الأجواء نتعى العاصمة ويغلق كثير من طرقات في العاصمة ويجعل حياة العاصميين أو ليدخلوا العاصمة جحيم لأنه يعتقد أن هذه هي القوة طيب ولو كان الروس خاصة يرى منزعجين منكم بأكثر من سبب ما يولوش يبيعو لكم قيد على الغيار ليش هالطائرات تحبس كلها لو كان الروس يوقفوا البروغرام الكمبيوترايز اللي داخل الطائرة من موسكو يقرروا توقيفه ليش هالطائرات تطيح كما تطيح الأوراق لو كان صناعة انتهى الطائرات لو كان غير شاركت في صناعتها ما نقولوش صناعتها لو كان والله قال الطائرات اللي مثلا طائرات الميق والسخوي اللي في الجزائر شاركت فيها الجزائريين في صناعتها 20% جابونا هم 80% وحنا 20% وركبناها وأصبحت نقول وشاركنا ب20% ممكن يا جنيرال انت الرصاص وتشريه من بره يا جنيرال يباس العسكر ويتخدم في الصين يا جنيرال ويتشريه من بره الذخيرة انت 155 او انت وتشريه من بره يا جنيرال ركتنها بكل عام ربع الميزانية انت ومن معك من صفهاء ومع ذلك لا انتاج عسكري مكانش ونفخ العجلات اللي ركتن تديرو فيهم في تيارت لسيارات مرسودس تبقى نفخ عجلات لان نراه يجي كل جاهز من المانيا انتم غير تنفخوا العجلات ومرات يجي كل شي جاهز غير العجلات مش مركبين حتى المنفخين حتى في المانيا يا جنيرال خلينا من المسخرة هذه يا مجرم خلينا من المسخير هذه هذا رح مصير شعب هذا رح مصير دولة هذا رح مصير حوالي خمسين مليون القوة العسكرية هي الجزء من القوة لو كانت القوة العسكرية تنفع لنفعة الاتحاد السوفياتي الاتحاد السوفياتي كانت عنده اكبر قوة عسكرية في العالم وانهارة كبيت كارتوني شت العمارة هذه تعبشار لانهارة هكذا انهار الاتحاد السوفياتي في الواحد وتسعين الاتحاد السوفياتي يومها كان عنده أقوى جيش بري في العالم وأكبر جيش من حيث المعدات العسكرية وأكبر جيش من حيث القوة النووية ومع ذلك هزيمة هزيمة النكراء في أفغانستان على أيدي الحفات الأفغان كما هزيم بعدها بثلاثين عام الأمريكان على أيدي الأفغان يا مجرم يا شنغريحة يا من أجرمت وقتلت واختصبت ونهبت وما زلت تنهب يا من أفسدت وما زلت تفسد وانت أمرك ثمانين سنة رجل في القبر ورجل برع القوة العسكرية هي جزء فقط من الأمن الوطني من الدفاع الوطني لا ديفونس ناسيونال ولا سيكريتي ناسيونال قوة العسكرية هي جزء منها معا مهمة لكن كين أجزاء أخرى أنت ساير لك كأنه يجي واحد يشوف إنسان ويبدأ يضخم له في إيده اليمنى ولا في إيده اليسرى يضخم فيها ويكبر فيها على حساب الأجزاء أخرى تعالجسد ينحرف هذا الجسم يصاب بععاقة الجزائر هي اليوم معاقة ذلك العملاق المقيد والمعاق الجزائر اليوم رهي معاقة نتيجة لهيمنة العسكري على كل شيء ويا ليته العسكري اللي فهم ويا ليته العسكري اللي فهم العالم وفهم الصراعات وفهم الصناعات وفهم الخصومات وفهم تحالفات يا ليته عمر كله قضيته ما بين الذبح في التسعينات وما بين الشطح في بشار والمخدرات والخمور من 2003 إلى 2018 وقبل 2003 وفي التسعينات كنت تذبح في الجزائريين في الناحية العسكرية الأولى والناحية العسكرية الثانية أيام لأفروميار بي بي وأيام لأويتين بي بي ما الذي أوصلنا كجزائريين أن مجرم مثل هذا قاتل مثل هذا سفيه مثل هذا تافه مثل هذا ناهب مثل هذا يتلاعب البلاد ويحكم البلاد قهرا وقصرا هذا والسؤال لازم جاوب عليه وهذه هي المعضلة لازم نجد لها حل ترجمة نانسي قنقر